مشاهدين أهلا بكم مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعة قرب فتاح السفارة الكويتية في العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد لقاء السفير الكويتي لدى ليبيا بارك العدواني مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج قبل أيام المستخدمون تفاعلوا مع الشائعة متداولين خبرنا في وزارة الخارجية الكويتية لذلك والذي تضمن تأكيدات نائب وزير الخارجية الكويت خالد الجار الله أن زيارة السفير الكويتي لرئيس المجلس الرئاسي قبل أيام كانت للتباحث حول الأوضاع في ليبيا مؤكدا أن موعد افتتاح السفارة الكويتية لم يحدد بعد